كنرحب بكم متابعين الأوفية وكنتمنى تكونوا بخير وعلى خير أحوالكم طيبة ويلقاكم هذا الفيديو وانتما في أتم الصحة والعافية اليوم إن شاء الله وديم فيديو جديد ووصفة جديدة وديم الوصفات الرمضانية إن شاء الله سنتقسم معكم العجين المورق بجوزة الطرق طريقة اللي هي احترافية ناجحة من أول جربة بالنتيجة اللي غزالة بزعف كي في العادة كنوجه تحية كبيرة لإخوان والأخوات لي الله كيل تحقوا بالقناة كنقول لكم مرحبا وألف مرحبا بكم كنتمنى المحتوى اللي كان ندرج معكم إلى الإعجاب ديالكم ويروقكم كيف العادة ما تمشيوا فيه نخليكم معايا باش شوفوا الوصفة من الأول حتى الآخر مع جميع المراحل لتحضير المقادير والطريقة وأصدار النجاح الوصفة كيف معودكم على بركة الله غديم دول وصفة دياليوم ما تمشيوا فيه نخليكم معايا كنرحب بكم متابعين الأوفية مرة أخرى وغديم دول وصفة ديالنا على بركة الله وكأول قاعدة غديم دول المقادير في المكونات سنحتاجوا كيلو 200 جرام دقيق أبيض خاص بالحلويات لدينا 800 جرام ديال زبدة مارغارين معلقة كبيرة ديال سكر حبيبات معلقة متوسطة ديال الملح لدينا خمارة من فئة 8 جرام ربع كاس ديال الخل كاس إلا ربع ديال زيت نباتية معلقة صغيرة ديال الهريسة معلقة صغيرة ديال توم بودرة وربع معلقة ديال يبزار يعني هكا باش غدي نسمو العجين الثاني ودائما ما كنحتاجوه ما اللي كيكون برد هذو المقادير كاملة ديال العجين بجوج بيهم إنما غدي نخدم معكم مرحلة بمرحلة بشكل أمور تكون عندكم كلها واضحة بالنسبة للعجين الأول فأنا غدي نحتاج فيه في الدقيق 800 جرام ديال دقيق وسنضيف عليه كمية ديال السكر وكمية ديال الملح بنسبة للأخوات للمائزان سنضيفها في هذه القياس هذا مع الماس إعجابوا الأخوات الأخوات السكر التطبيقات مع القاسة الصغيرة ديال الملح في هذه القياس هذا يعني فقط تبعوا النصائح اللي كنت أعطيكم وأكيد توصفة ستنجاح معكم بإذن الله نضيف جهد نص خمارة هكا بنسبة الأخوات لم تتوفروا على الميزان إذا كنتم تتوفروا سأضعوا 5 جرام فعادي جدا يعني من بعد ما نضيف في العجين في المكوينة العجي الأول ستعملوا 800 جرام دقيق لدينا مع القامة وسطة ساندة مع القاة صغيرة ديال الملح لدينا نص خمارة و سنخلط النواشف كلها مع بعضياتها يعني ضروري سنضيف عليهم لدينا واحد ثلاثة ديال مع القبار ديال الخل يعني في الدور ديال الخل فهو كي يعطينا واحد لهشاشة لهذا الخالط ولا لهذا العجين هذا وكي يساعدنا أن العجين المورق مني غتخدموا بهذه الطريقة أكيد غادي نجح معاكم لأنني سبقا اللي أدرجتو معاكم في القناة غادي نخلي لكم الرابط دياله في صندوق الوصف لذلك فأنا قلت أنا نولي نخدمه معاكم ونعاود معاكم منك هاوحدة أخرى هنا غا نضيف معاكم نصف كاس ديال زيت نباتية وبالنسبة الكيمية المتبقية فأنا غا نخدم بيها العجين الثاني هنا مباشرة غادي نبدأ نجمع في العجين ديالي دائما بكمية من الماء البارد ضروري لك الحال سخون غادي نضيف الماء في تلاجة خصوص يكون الماء بارد هكا بشكي يعطينا واحد النتيجة اللي يزوينا بثاف بالنسبة للعجين الأصلي يعني العجين المورق فأحنا ما كنستعملوش في هاد إضافات كالك الكتيرة كنضيفه فقط الملح والماء وكنجمعوه ومن بعد فأحنا كنديرو ليتور دياله عادي هنا إلا ضحت معايا كاس ديال الماء ضفت منه كيمية وغا نبدأ نجمع من بعد غادي نضيف الكاس التاني غا نخليه علاجا يعني الكاس اللي وضفناه كامل والتاني غادي نضيفه وانا كنجمع بالتدريج يعني أساسني أحصل له عاجين اللي كيكون شدرا سوء في نفس الوقت مشاع او ثاني جاره يعني ما بينو بين عاجين اللي كيكون متماسك يعني غادي نستمر بنفس الكيفية غادي نبدأ نجمع العاجين ديالي بالماء اللي كيكون بارد كنجماع فقط هكا بيتدي ومكند الكوش يعني هاد العاجين المورق المكيحتاش نهائيا انا ويتدلك كنخدم هكا العاجين ديالي الجهد اللي كني ندمج وليا العناصير كلها ما كيبقاش ذاك العاجين هكا دقيق في جيهة ولا ما في جهة يعني كنحاول انني كنجمعه وكيولي مش تشكل عندي على شكل كورة احتى كنحصل لها واحد العجين اللي كيكون هكا منسجمي العناصر دياله كلها مع بعضها كيف مما تلاحظوا معي؟ لاحظوا هنايا يعني العجين ديالي كنحاول غين بدي ونجيب هكذا كالعجين جهد واحد ثلاثة دقائق احتى لخمسة دقائق قليل كنسجمو لي العناصر وكنحصل عليه على تشكل لحظه فهواره ما مدلك متى شي حاجة لاننا سنضيره في بلاستيك ونجعله يتربوز على الاقل 1 ربو ساعة لكي ندوز ورقه مع بعض بالنسبة للعجين الثاني سنحتاج فيه 400 جرام دقيق اللي سبقت لي سنضيف عليه الاضافة الاخرى اللي كتقى اختياريا هنا كيميا ديال السكر واحد ملقة صغيرة مع مراج ديال السكر مع نصف ملقة عامرة ديال الملح يعني نصف ملقة صغيرة عامرة ديال الملح مع نصف ملقة صغيرة ديال الهريسة ممكن ديروا ترجمة معلقة لك انتو كتفضلوا الهريسة فهي كتعطي واحد لغو اللي يغزال كنسم هنا بالتوم بودرة معلقة صغيرة مع 4 ملقة ديال يبزار كيعطي واحد منسمة اللي يغزالها يعني هاد العاجي اللي درجت معكم اللي منسم بالنسبة للاخوات كيفما كان قول بغيتوا تنسموه بسبوليت بزعتر اللي كتفضلونتوما في المنسمات يعني اعشاب منسمة اضيفوا اللي بغيتو هنا غد ينضيف معكم 3 ديال مع القبار ديال زيت نباتية ومع القنص ديال الخل مع واحد ثلاثة جرام ديال الخمير للحلويات يعني جهد واحد ارباع مع القاة صغيرة ديال الخمير للحلويات هاد الاضافات اللي كنضيف معاكم في هاد العجين المورق بالنسبة للمبتديئات يعني اللي ما عندهمش فران بروفيسيوني اللي عندهم فران غياء عادين ديال غاز يعني بالزبدة الحويج خدموا بها الطريقة ان شاء الله بإذن الله الوصفات سننجحوا معاكم هنا رحتوا معايا دمج العناصير كلها كنخدم ذلك الهريسة تمبودرة المكونات اضافة كلها او كنرمل بحالي راني كنخدم اللبات بغيزة يعني دارو ولي كترمل هاد المكونات كلها مزيان مزيان بحالي كتبس بسوها كالحرشة باش تكون فكرة واضحة يعني اتسا كنحسلوا لهذا الخالد ديالنا على هذا الشكل وكنحسوا ان العناصير كلها تلبس يعني مع الدقيق عاد كنمدن نضيف دقيق بالتدريج عندي هنا كاس ما كنضيفوش دوفعة واحدة كان بدأك نضيف كيمية بكيمية وانا كنجمع دائما بالماء البارد وبالنسبة للأخوات اللي كيبغيوها كوصفات اللي مختلفة بحالي فوند الكيش البيتزا ميني بيتزا قوالي كيف ما قلت ديال الكيش ولا ميني بطبط اكيد عجل الموراق اللي سبق لي ادرجت معاكم عجل اكس بريس اللي شو صنبح وشو باردة ان شاء الله هاتشي كامل غادي نخليه لكم في صندوق الوصف سوف نترك لكم الروابط اللي سبق لي ادرجها معاكم لان كين الناس ما شاء الله عليهم كي يقلبوا في الوصفات القديمة لانها كتجيهم كي قلو في المتناول ودائما وصافات اللي كندرج معاكم كلها في المتناول اكيد ان شاء الله بإذن الله عاوتاني في المستقبل عاوتاني هذه الوصافات اللي كندرج معاكم حاليا تولي عاوتاني الناس محلين اخرين كايقلبوا على هذه الوصفات هذه بالخصوص. هنا كيفما تلاحظوا معي بخاتل واحد المعلقات كذلك. هنا مبعد ما نحصل الى واحد العجين اللي كيكون. كيفما نقول دائما متماسك ما كيكونش عاجين اللي هو جاري. وما كيكونش عاجين اللي هو قاسح. يعني لاحظوا معي فانا خدمت هكا اني مزيان. جهد واحد ثلاثة دقائق هكا. يعني لما كيت نسجم لي العناصر كلها مع بضيتها. وكان ناخد واحد الفيلم الي منطير. وكان خلي العجين ديالي كيتروبوز على الاقل واحد ربع ساعة. باش غادي ندوزوا نديروا ليتور. فبالنسبة لهذه الوصفة ولا لهذه الوصفة ديال اليوم فانا درجتهم معكم. بالطريقة الاحترافية يعني بليتور دوبل. يعني ما خدمتوش نهائيا بتور سامبل. ما خدمش معكم عاجين إكس بريس ان شاء الله غادي ندير وصفة بإذن الله. غادي نصور معكم وصفة بالعاجين المورق اكس بريس. وغادي نعمرها مباشرة ونعطيها لكم هكا فيديو واجد في كل شي. ان شاء الله فاش غادي نلقى تشجيع حكا على الفيديوهات اكيد غادي نصور لكم قاعد اللي بغيتو. وقاعد اللي سؤولتوني عليه ان شاء الله بإذن الله. هنا كيف مما كان تلاحظوا معايا بعد ما كيرتاح العجين ديالي خليته كيف مما قلت لكم المدة دي دربع ساعة. كان ناخد كمية من الدقيق كان نرشها فوق طاولة العمل. وكان بدأ نسرح في العجين ديالي. لاحظوا معايا بالنسبة العجين فانا غادي نعطيه يعني واحد العرض اللي كتير يعني بحلط بسيل ديال الفران يعني كل ما اعطيته العرض وعطيته طول هاكا العجين كل ما غادي تلقا فين غا تخدموا المارغارين ديالكم. يعني بالنسبة لأخوات اللي كي بغيتوها كي يخدموا بزبدة سبيسيال فأكيد ممكن. انما إلا كالجباد تبقى تريحه في العجين ديالكم لانتخدمها بزبدة سبيسيال كتبغي انكم تريحه في تلاجة. بالنسبة لأخوات اللي بغيتو الدمجوما بالمارغارين وزبدة سبيسيال فأكيد ممكن يعني كيعطيتها نتيجة اللي غزالة بزاف. إنما أنا كندرج معكم موصفات على حسب الاخوات اللي كي بغيوا حاجة اللي هي بسيطة اقتصادية وعلى حسب المبتادئات يعني تخدموا بالمارغارين فهي كتساعدنا وخدموا بهذه الماركة هذي ماشي اشهر إنما كنقول لكم أنها صراحة الله مني نجربتها عجبتني بزاف. كل ما كنخدم بها سواء لسابلي سواء كنخدم بها العجل الموراق سواء كنخدم بها أي حاجة صراحة الله نتيجة دي لها غزالة بزاف. يعني لدى ما تجربوها شي حاجة اللي غزالها. هنا كيفما كتلاحظوا معها كنناخد حكاكا كنحكها كدك المارغارين كندوزها في الدقيق وكنحك في الجهة الغليدة. بالنسبة لأخوات اللي كنتم كتوفروا عن النشاء ممكن دوزوا في النشاء وكتحكوا على الثاني بنفس الطريقة حتى سوف نكمل بالنسبة لهذا القياس هذا والله هاد كونتيتي اللي حكيت ديال زبدة. تقريبا عندنا اه خمسمية وخمسين جرام ديال زبدة فانا كانت عندي متوفر واحد الكيمية اللي قليلة. بالنسبة لأخوات فانتما ممكن تخدموا غير خمسمية جرام فهذا القياس هذا عادي جدا. فهي كتكون ناجحة بكل مقايس يعني خمسين جرام ما غادي يجدر شي اختلاف اللي هو كبير بزاف. إنما كان عندي متوفر فانا نضفته. هنا كيفما كتلاحظوا معايا كنستمر بنفس الكيفية كندوزها كبتقيق وكنحك ذلك الزبدة في الجهة الغليدة. من بعد فانا كنوزعها فقط في الواسط بشكل لي كيكون متساوي. مش يجيها فيها الزبدة وجهة ما فيهاش. ضروري انني في الواسط كنحاول نوزع ذلك المارغارين ما امكان. هنا كيفما كتلاحظوا معايا. من بعد ما وزعت الزبدة ديالي. كنبدأ نطوير عجين ديالي على هات الشكل هذا. وكندغط يعني ضروري كندغط واحد شوية. وغادي نغطيها من القدام ومن الآخر. هكا. وغادي نبدأ نورق في العجين ديالي. صدقوني يعني الاخوات اللي كي خدموها كالعجين الموراق يعني بالنسبة للاخوات مبتدئة. دمك نظر مع المبتدئات. إلا بغيتوا تخدموا بهالطريقة هذي كنوا على يقين أن العجين الموراق ديالكم غادي يعطيكم نتيجة اللي يزوينا بزاف. كين عجين إكسبريس صراحة لك يعطي نتيجة لغزالة بزاف كي يجي يعني منتافخ ما شاء الله. إنما دائما كي يبقى العجين الموراق بطريقة الاحترافية كي يبقى هو طوب يعني وكيكون نتيجة دياله مختلفة تماما. أنا لاحظوا معي الطريقة اللي درجت معكم ديال الحكاكة فقط كي ساعدنا لأن ذاك المارغارين كتوزى معانا كترتاب كتطي نتيجة اللي حسن. أنا لاحظوا معي دائما بتتعانة ديال الدقيق كنورق العجين ديالي على هذا الشكل هذا. يعني كنعطي ضروري الطول. كل ما عطيته الطول وعطيته العرض وخدمته كل ما كيكون العجين ديالكم كنمشي وانا كنطلق هكا وكنطلق عجين ديالي على مكان سالي عاد كنولي نطلق عود ثاني بالعرض وكنعطي هكا شوية ديال العرض وغادي ندير معكم تور دوبل. بالنسبة للاخوات اللي بغيتوا تديروا تور سامبل فاكيد ممكن. إنما تور سامبل غتحتاجوا ستا ديالي تور. بعكس تور دوبل فانتم غتحتاجوا غير ثلاثة اف فقط. بالنسبة لاخوات اللي بغيوا يخدموا العجين الموراق الخامر فهو كبنسبة اللي بتيبان ولا الفين وازري ولا يعني الموراقات بصفة عامة. فاحنا في هاد المرحلة كنديروا فقط ثلاثة ديال ليتور يعني تور دوبل مع تور سامبل ولا ممكن استعملوا ثلاثة ديال ليتور سامبل ودائما كيبقى لكم انتم من اختيار. فبالنسبة اللي تور دوبل في العجين الموراق يعني اللي ما كيختامر دائما كنخدم معكم انا بتور دوبل لان الطريقة دياله السهلة وما كيياخدش منا واحد الوقت واحد المبتدئات اكيد غادي زعموا لي. وكيف العادة كنشكر الاخوان والاخوات ليالله كالتاقوا بالقناة كنقول لكم مرحبا وارف مرحبا بكم. كنتمنى المحتوى اللي كان درج معاكم. انا الاعجاب ديالكم وما نكونش هكا تقيل الضل يعني نكون خفيف الضل عليكم كنقدم لكم وصفة يعني اقتصادية السهلة وفي المتناول ديالكم كنتمنى اي اقتراح عندكم اي هكا استفسار عندكم ما عليكم. ستكتبوا لي افطا عالقي ان شاء الله غادي لرغبة ديالكم وغادي نجاوبكم يعني بكل فرح. هنا كيف ما غا تلاحظوا معايا بعد ما درت التور دوبل الاول غا ندير التور دوبل الثاني. يعني لاحظوا معايا دائما كان مشي وانا كان نرش كمية من الدقيق باش هكا العجين ديالي ما كيلا تصقش ولكن هكا عندكم شي مدلك اللي هو تقيل قاو تخبطوها كاو تخدموه عادي جدا. اهنا لاحظوا معايا غادي ندرت اربعة ديال ليتور. غادي نخلي العجين ديالي يرتاح. وغادي ندوز نورق معاكم العجين المورق اللي منسم بالهريسة والتوم بودرة. هنا كيف ما كاتلاحظوا معايا بالنسبة لاخواتي اللي بغي تخدموها ديال هاد العجين هادا. ممكن تنسموه ممكن ما تنسموش يعني كيبقى لكم اختيار. يعني هنا ندرج معكم كيمية في العاجين العادية كثيرة لان ان شاء الله باذن الله. غادي نحضر به مالح. وغادي ممكننش نخدمو بيشي حاجة حلوة. هنا كيف ما كاتلاحظوا معايا هنا غادي ناخد معاكم مايو عادي لتلتميات غرام ديال المارغارين. بالنسبة لاخواتي اللي كنتو كتوفروا غي علا. كيف ما كنقول دائما. اعلى ميتين وخمس ستخدمو بها عادي جدا. يعني دائما كنخدم معاكم كيمية لهياب. نص كيلو ديال دقيق قرابة ديال زبدة. اه ستمية غرام مع تلتميات. ودائما النتيجة كتكون نتيجة واحدة. ويعني وكتكون يعني نتيجة خيالية ما شاء الله. هنا لاحظوا معايا غادي نلف بنفس الطريقة. كنبقى نطق هكا على العجين ديالي مزيان مزيان. باش كنحاول نوزع ذلك زبدة مزيان. وكان بقى نطلق هكا العجين وتهوى بنفس الطريقة. غادي نبدا ندير لتور دوبل. باش هكا. كنختصر عليها الوقت. وبالنسبة للمبتدئات. دائما جربوا كيمية اللي هي قليلة. طبقوا الوصفها كيمية ومن بعد هكا ابقوا تخدموا هكا الاخوات اللي ما عندهم مش لوقت ولا العاملات. خدموا هكا كيمية اللي كثيرة. وديرها في كونجيلاتور فانتم ما كتجبدوه. غير كيتطلق العجين ديالكم كدوزوك تورقوه عادي جدا في هذه الساعة. كيكون عندكم عجين اللي ووجد. كتقال لكم الحشوة. الحشوة ممكن تعمروا غير بالطون. اكيد بالكورنيشون والزيتون. دنت فيمي. اكيد الشاركوت. يعني كين مكونات اللي بسيطة بزاف. وبالنسبة الاخوات اللي كيبغوا ديروا حشوة اللي هي منزلية. كتاخدوا اما لا دنت سوتي ولا الكفتة مشحرة ولا الفرماج. اي حاجة بغيتوا اعمروا بها. يعني هذي شوصون كيبقوا دائما السهل حاجة. يعني من كيكون عندكم العجين الموراق جاهز. فانتم ما كتجبدوه كيتطلق على الاقل واحد ساعة ديالما كنتدوزو تورقوه تخدموه عادي جدا. هنا هندير معاكم تور دوبل ثاني. بعد ما كملت هكتها هذا كدرت له 4 ديال ليتور. كذلك وميثلا غادي ندوز العجين العادي اللي ما منستمتبشي حاجة. غادي ندير له ليتور التالي يعني تور دوبل التالي. هكا باش كنكون حصلت على 6 ديال ليتور. وكيكون عندي الفيطاج باين في العجين الموراق ديالي يعني شي حاجة اللي غزالة بثاف. فقط تبعوا النصائح اللي كنعقيكم. والوصفة غا تكون ناجحة بإذن الله. بالنسبة الاخوات اللي بغوا يحضروا العجين الموراق العادي والاحتراف فيه بدون إضافة. فانتم كيفما كنقول دائما غا تديروا دقيق الملحة والماء إن شاء الله اكيد غادي ندرجه معاكم بإذن الله. اما بالنسبة لهذا اللي كندرج معاكم اللي كيكون فيه الخمير الحلويات كيكون فيه الخل كيكون فيها كإضافة بسيطة. هذا كيساعدنا على أن العجين ديالنا يكون ناجح فرن الغاز بالنسبة للاخوات. ولا اللي ما كيعرفوش يتعاملو معاه ولا بزا الحواج. هكا باش إن شاء الله ينجح معاكم من أول تجربة. هنا من بعد ما كنورق العجين ديالي كنزيد نعطيه الطلشي شوية هكا. ومن بعد فأنا كنطويح لها شكل هذا. وكان بقى نطلق بالمدلك باش كنتبت العجين ديالي. وكلفو على بعضه. وهكدا كيكون العجين ديالي جاهز للاستعمال. الشرط الواحد أنا نخليوه على الأقل يرتاح في التلاجة واحد الساعة ديالما قاله. وكندوزو نخدمو به. كيفما ممكن أنا نحتفظو به في المجمد. بالنسبة للجزء الثاني اللي منسمع الدناب الهريسة والتوم بودرة واليبزار. كذلك ومثال غادي ندوز باش نزيد له تهوى تور دوبل الثالثة. باش هكا غادي نحصل على ستا ديالي تور في كل عجين مورق. بالنسبة للأخوات أكيد أراني كيفما أسبق الياد ذكرت معاكم في الفيديوهات السابقة. إن شاء الله بإذن الله غادي ندرج معاكم عاجين مورق بطريقة اللي هي إكس بريس اللي كتبغيوا دائما شي حاجة اللي كتوجد فوقتها ما كتبغيوش أنكم تقاوعة تديرو في ليتور. أكيد غادي نحضر معاكم. عاجين مورق مختلف على سبق الي يدرجو معاكم باش هكا يكون عندكم أفكار وتنوع في القناة إن شاء الله بإذن الله. هاد القناة راه ديالكم كيفما هي ديالي وكيفما كتدعموني وتشجعوني وكتخليوا لي لايكات كومونتيرات زوينة الله يكبر بكم ويعطيكم ربي ما كتمنى وفاد شهر الفاديل. هناك فيما غتلاحظوا معايا بعد ما درت ليتور الثالثة. يعني هناك يقول لي وعداء ستاة ديال ليتور في العجين المورق وكان حصول العجين ديالنا على شكل هذا. لاحظوا معايا ذاك الهريسة كتعطي واحد المنظر ما شاء الله الغزال بزبزاف. هنا غادي نقطع معاكم العجين المورق باش شوفوا ليتور يعني صراحة الله مني كندرج معاكم شي حاجة من القلب الا وغادي توصل لكم بإذن الله. لاحظوا معايا قد حاول ما امكان نقرب لكم باش شوفوا ذاك الفيطاج كيباين يعني هنا نحاول ما امكان نقرب لكم باش شوفوا لاناني كيف ما كنقول. إذا خدمتوا بهذا الطريقة هادي. وحضرتوا هاد الوصفة بهذا الطريقة. اكونوا على يقين ان الوصفة غادي تنجح معاكم بإذن الله غادي عطيكم واحد اللغيزي لتالي الغزالة بزاف. وغادي عطيكم النتيجة من يجيو تحضره. شي حاجة اللي طوب. الشرط الواحد ان كن ما تورقوش العجين كتر من القياس مني سبقلوا تعمره. خليوا هكا السنك ديالو متوسط باش مني ندخلوا الفران فباك يتضاعف الحجم ديالو. فران دائما اللي كيكون مصخة المقبل. النار اللي كتكون متوسطة. اكيد العجين الموراق لاحظوا معايا هنا لتور. الفيطاج كيف ما لحتوه يعني شي حاجة اللي غزالة بثاف. اذا كيف ما لحتو مشاهدين او في وصفتنا كانت عبارة عن عجين موراق بجزء الطرق اللي هما احترافيين ناجحين بكل مقايص سهلين للمبتدئات. كانت من الوصفة تكون نالت الإعجاب ديالكم. أوراقتكم كيف العادة. كان نوجه تحية كبيرة للإخوة والأخوة. يلاك يلتحقوا بالقناة والضغط على زر الأحمر مع تفعيل زر الجرس دعمونا وليك للإعجاب باش هكا كتحفزوني دائما نعطيكم الجديد والمزيد. اذا وصفتنا وصلت نهايتها وكيف العادة مسخت بكم. دمتم في رعاة الله وحب ديالى الملتقى في وصفة قادمة إن شاء الله.